لو ابني اتمرمغ في السوبر ماركت او في مطعم بهد للدنيا انا لما اشده من دراعه ولا اقرسه ولا احطه جنبي بالعافية ولا اديله كلام يوجعه معنا كده يبقى انا خلاص غطيت الاحساس بالكسفة قدام الناس والاحراج قدام الناس انا اتصرفت ورادت ضميري بالضبط ورادت ضميري قدام الناس ان انا هو عملت اللي علي اثر بقى الارثة ولا الضربة ولا القوع اللي بديهوله ده علي شكلك بتشوفي كتير شكلك بتشوفي همات بتعمل كده هم غزبا عنهم بيروحوله هم في اللحظة دي ما بيبقاش قدام عينيهم ابنهم ده اثروا ايه اثر ايه على الابن هم بتبقى في اللحظة دي شايفة شكلها قدام الناس فاللي بيبقى المحرك الشكل والنفس وانا لكن ما بيبقاش المحرك مصلحة ابنه وهو ده الخط اللي بيفصل ما بين هل انا فعلا وانا بعمل كده هو انا بعلمه فعلا ولا انا انا بس يعني عايزة غطي على الكسفة اللي حصرتلي وخلاص هي دي لما تبقى قدام عيني هتغير جدا في تصرفي ورد فعلي في المواقف بزيتة اللي تكسب لان اكتر وقت الولد بيتعلم فيه هو الوقت بتاع الموقف نفسه اللي كله احراج الولاد ما بتتعلمش وهي قاعدة على الكنبة على فكرة ولا قاعدة بتمليه لدروس الاخلاق خالص التعليم بيحصل في المواقف نفسه وقت المشكلة انا حلتها ازاي اتعاملت معاها ازاي الموقف مع السن الناس بتنسى المواقف بس الاسر هو اللي بيفضل التهزيق هو اللي بيفضل الدربة هي اللي بتفضل العقاب الحبس في القوضة واحساس ان هو قاعد لوحده منهار من العيات ومامته مش معبراه هو ده اللي بيفضل معاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة